السلام عليكم اخر فيديو معنا ان شاء الله في شابتر 2 هيكون حل بتاع الكويز 2 ده شابتر 2 ده ندخل على طول في الاسئلة طيب احنا لازم نكون حفظين الاسئلة عشان نقدر احنا نجاوب على الاسئلة ديت فهو دلوقتي بقول لي 41 نقطة فانا عارف ان من 40 ل 49 بيكون certified فعلى طول اختار certified what is lead rating system هتلاول الاجابات هنا قريبة من بعض شوية تعالوا نشوفهم a group of subject matter expertise who provide green building solutions software to track green building strategies applied in the building a reference guide to follow and apply to achieve sustainable functions a program that provides third part of verification of green buildings في كذا اجابة تنفع يعني مثلا لو قلنا ان هو reference guide to follow هو فعلا فيه reference guide and apply strategies and sustainable functions software دي مش دقيقة قوي بس موجود منها يعني في software وكذا بس مش 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 هو ده lead rating system a group of subject matter expertise برضو فيه subject matter expertise كتير بس مش هو دوت الكور الاساس بتاع lead rating system ان هو program فدي الاجابة الصح الباقي كله حاجات مساعدة حاجات بتخدم عليه ولكن الاساس هو نوع program which of the following is considered as hard cost لازم نكون عارفين الفرق ما بين hard cost وال soft cost قد ممكن ان احنا نكون ما قلناهاش في chapter بس بشكل عام ال hard cost هي حاجة directly related لل building construction ال soft cost هي حاجة indirectly related بشكل مثلا زي فيز او ام بنتكلم مسلا على برمت حاجات كده يعني فمسلا المانين نشوف الاجابات هنلاقي اول اجابة بريكس بروتو سايت هالدي directly related ولا لا او directly related حاجة مادية و directly related construction فدي على طول كده hard cost طب ايه الباقي اللي هيبقى soft cost دي soft cost permit fees to install plumbing system برضو دي مش حاجة حسية دي فلوس بدفع عشان حد يعمل لي حاجة permit fees يعني third party inspection services انا بدفع فلوس عشان سيرفيس معينة مش ملموسة ماديا برضو فدي برضو soft cost what is the project minimum size requirements for bd plus c rating system برضو لازم اكون حافظ minimum size requirement اللي بتخلي project applicable acceptable للمبي ارز للبي دي بلس سي لو هنفتكر مع بعض اقل لمبنى ينفع ان انا خليه ياخد لازم يكون minimum الف سكوير فيت ودي تتحفظ دي مفيهاش هزور دي لازم احفظه الامتحان هيجب لي سؤال اصعب من دوت مش هيبقى بالمنظر ده 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 سؤال مباشر حاجة recall حاجة انا بحافظها فبحطها في الامتحان ممكن يجبها لي على شكل situation طبعا الامتحان متنوع فيه كده وفيه كده في recall وفي situation فلو اجبها لي situation انا مش هيقول لي الف هيقعد يدي لي اربع حالات اربع cases ويحاول يلعب فيهم بحيس ان انا لازم اكون حافظ الاول وبعد ما احفظ اقعد اراجع اقرا فيهم وافهمهم وبعد انا اختار واحدة بنان على الفهم فلازم اكون حافظ وفهم هتلاقوا من الاسئلة اللي انا حطيتها في simulation exams اسئلة برضو مش بس دايريكت في اسئلة situations عن الموضوع دوت هتساعدكم برضو ان انتو تفهموا الموضوع اكتر ال lead reference guide is essential for project teams to achieve lead certification and understand the process the following are part of lead the reference guide credits and prerequisites except type احنا لازم نكون عارفين ال credit وال prerequisites structure لازم نكون عارفين ال components والمكونات بتاعته وحنا مطالبين ان احنا نكون عارفينها فلما نشوف دول هنلاقي ان في calculation في documentation وفي intent وفي assumptions مين من دول اللي مش موجود في structure بتاع الكريدت تالكوليشان موجوده documentation المطلوبه لازم تكون موجوده عشان انا بسلم ايه ال intent موجود عشان انا بفهم انا بعمل كريدت ليه assumptions مش موجوده دي افتراضات مفيش عندي اي جزء في assumptions which of the following is not part of current shell مبدئيا لازم نتبع عارفين يعني ايه current shell هو السؤال بيسألني كأنه بيقول لي يعني ايه current shell current shell هو المبنى على العظم مفهوش finishes الدخلية وده علشان ان الشركات تقدرونها تدخل وتنفذ شغل بتاعها بمزاجها مش بمزاج ال main contractor او main owner مثلا انا اعرف واحد دخل الامتحان ما كانش عارف يعني ايه current shell وجالوا عليها سئلة وما نجحش في الامتحان فانا شايف ان current shell دي من اساسيات لازم اكون فاهم يعني ايه current shell لما نيجي نستعرض الحاجة هنلاقي ايه building mechanical systems building envelope system building internal spaces cladding and conduits of electrical system ال building mechanical system لازم يكون موجود systems الرئيسية اللي هتوصل لي للحيزات ممكن يكون ال final touches الوصلات الاخيرة مش موجودة مش مشكلة بس building mechanical system موجود envelope system لازم يكون موجود يعني ما نفعش ان انا سلم المبنى من غير الفساد اصلا ولا من غير مثلا مش منطقي وده مش current shell بالمناسبة يعني لو انا مش حاطت الفساد يبقى كده في مشكلة يعني عندي building internal spaces cladding دي ممكن نستغنى عنها وهي دي current shell بسلم space اللي جوه فاضي من غير التفاصيل من غير finish اللي جوه فساعتها لازم اختار دايت اخر واحد ال conduits لازم ال conduits موجودة طبعا عشان الوصلات الكهرباء كلها توصل في الاخر برضو اخر touch lighting والحاجات الاخيرة هي دي بس اللي بتكونش موجودة بس سلمين بيكون موجود ايه اللي لازم يكون موجود من اللي جايين دول علشان مشروع يبقى lead certified هل يحقق 45 نقطة كل ال prerequisites ولا 50 وكل ال prerequisites 40 وكل ال prerequisites ولا 35 وكل ال prerequisites طبعا هنختار رخم ثلاثة achieve 40 points from credits لازم طبعا نجيب 40 minimum فيها ثلاث حاجات اساسية نجيب 40 نقطة نحقق كل ال prerequisites كده احنا خلصنا شابتر 2 هنتكلم الشابتر الجاي ان شاء الله على ال integrative process موضوع الشابتر الجاي يكون سهل وبسيط واسهل كتير كتير من الشابتر دوت ومش ياخد معنا وقت ان شاء الله اشوفكم الشابتر الجاي سلام عليكم